هذا العراق البلد الذي أنهكته الحرب على مدار سنين منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ما زال يعاني اليوم أوضاعا صعبة تزداد سوءا يوما بعد آخر في ظل عدم وجود حل حقيقي لهذه الأزمات فضلا عن الفساد المستشري بين أركان الحكومة في بغداد تقارير تخرج تباعا تظهر حجم المأساة التي يعيشها العراق بأرقام كبيرة وإحصاءات مروعة حيث قالت الأمم المتحدة إن ثمانية ملايين وثمانمائة ألف عراقي بحاجة إلى مساعدة وصفتها بالعاجلة جل هؤلاء فقدوا مصادر تمويلهم جراء الحرب على تنظيم الدولة وزارة التخطيط في حكومة العباد قالت إن المحافظات السبع التي هاجمها تنظيم الدولة تكبلت خسائر مباشرة تقدر بستة وأربعين مليار دولار شملت تدمير مائة وسبعة وأربعين ألف وحدة سكنية إذ تقدر الخسائر غير المباشرة بمليارات الدولارات نتيجة ما لاحق بالاقتصاد بشكل عام من أضرار فضلا عن النمو المفقود على مر أعوام وهو ما جعل الحياة في تلك المناطق شبهة مستحيلة يعني أنها بحاجة إلى إعادة بناء كأنها مدن جديدة مستحدثة إذ لا شيء فيها يبنى عليه ويرمم فكل شيء في العراق بحاجة إلى إعادة بناء المنازل وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل المرافق العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمنازل في الأحياء الأكثر تضررا أما أزمة النازحين وعودتهم إلى مناطقهم فتشكل المعضلة الحقيقية الأكبر في العراق لأن إعادة النازحين ليست مجرد العودة إلى منازلهم وإنما العودة إلى المجتمع الذي تغربوا عنه وهو جهد معقد يبدأ من إزالة مخاطر المتفجرات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والسعادة الخدمات الأساسية لكن الفساد المستشري في مفاصل الحكومة يشكل تحديا كبيرا في سعيها لجمع الأموال في بلد احتل العام الماضي المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم اشتركوا في القناة